موسيقى بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام ولازال الكلام وطال الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان وكان الكلام في جهات الجهة السابعة الجهمي والمجسم هلية تفقان وكان الكلام في أمور ودخلنا في الأمر الرابع تحت عنوان الملك العادل أبو بكر أيوب الأيوبي وكان الكلام في موارد وصلنا إلى المورد السابع في الكامل الجزء العاشر في صفحة مئة وثلاثة وستين ثم دخلت سنة خمسة وتسعين وخمسمائة سنة خمسمائة وخمسة وتسعين هجري قال ابن الأثير ذكروا رحيل أسكر الملك العادل عن ماردين قال في هذه السنة زال الحصار عن ماردين ورحل أسكر الملك العادل عنها مع ولده الملك الكامل زال الحصار عن ماردين رحل الملك العادل مع ولده الكامل عن ماردين يقول وسبب ذلك أن الملك العادل لما حصر ماردين عظم ذلك على نور الدين صاحب الموصل وغيره من ملوك ديار بكر والجزيرة يعني هذا ضمن الصراع بين الأيوبيين المماليك وبين الزنكيين المماليك بين الزنكيين المماليك والأيوبيين مماليك المماليك يقول وسبب ذلك أن الملك العادل لما حصر ماردين عظم ذلك على نور الدين صاحب الموصل وغيره من ملوك ديار بكر والجزيرة وخافوا أن ملكها ألا يبقي عليهم إلا أن العجز عن منعه حملهم على طاعته العجز عن منعه حملهم على طاعته هذا لاحظ بين قوسين هذا تطبيق من تطبيقات التقية يا ابنة تيمية هذه تقية شيعية أو سنية أو داعشية أو تيمية هذه تقية هؤلاء أولياء الأمور هؤلاء الحكام هؤلاء الصلاطين مع ما عندهم من قوة ومن سطوة ومن أموال ومن عساكر ينتهجون ويسلكون مسلك التقية فكيف الناس العزل كيف المساكين كيف سواد الناس فمن أين لك هذا يا ابنة تيمية تسمح وتجيز بالتقية للصلاطين لأصحاب القوة والباس ولا تسمح لها ولا تسمح بها ولا تسمح للمساكين للمستضعفين فتكفر المساكين المستضعفين من الشعاء والرافضة والصوفية لسلوكهم طريق الشرع في التقية والحفاظ على النفس والروح والأرض والمال يقول إلا أن العز عن منعه حملهم على طاعته فلما توفي العزيز صاحب مصر وملك الأفضل مصر فلما توفي العزيز صاحب مصر وبينه وبين العادل اختلاف وأرسل الأفضل إلى نور الدين لاحظ مات العزيز صاحب مصر صار بدله الأفضل ويوجد خلاف بين الأفضل وبين الملك العادل بين العم وابن الأخ بين ابن الأخ والعم بين الأيوبي والأيوبي فأين التجأ فالتجأ الأفضل إلى نور الدين تحالف مع نور الدين ضد عمه تحالف مع الزنكي الأيوبي تحالف مع الزنكي ضد الأيوبي وملك الأفضل مصر وبينه وبين العاد الاختلاف وأرسل الأفضل إلى نور الدين صاحب الموصل وغيره من الملوك يدعوهم إلى موافقته فأجابوه إلى ذلك فلما رحل الملك العادل إلى ماردين إلى دمشق برز نور الدين أرسلان شاه برز نور الدين أرسلان شاه ابن مسعود بن مودود صاحب الموصل برز عنها ووافقه ابن عمه قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود صاحب سنجار وابن عمه الآخر معز الدين سنجار شاه ابن غازي بن مودود صاحب جزيرة ابن عمر فاجتمعوا كلهم بدوني سر ثم ساروا عنها ونزلوا بحرزم وتقدم العسكر إلى تحت الجبل ليرتادوا موضعا للنزول وكان أهل ماردين قد عدمت الأقوات عندهم وكثرت الأمراض فيهم حتى أن كثيرا منهم كان لا يطيق القيام هذا بسبب أي شيء؟ بسبب الصراع والنزاع على السلطة بين الأيوبيين أنفسهم وبين الأيوبيين والزنكيين أقول هؤلاء الأبرياء النساء والأطفال والشيوخ في ماردين ليسوا شيعة ولا إسماعيلية ولا رافضة ولا فاطميين إنهم مسلمون سنة لا علاقة لهم بالحرب ولا القتال ولا علاقة لهم بالسياسة ومهالكها فلماذا يجوع هؤلاء ويقتل هؤلاء كما حصل على غيرهم من السنة من إبادات جماعية في مصر والشام وكما حصلت إبادات جماعية مثلها على الشيعة وعلى المسيحيين وعلى اليهود فبأي شرع تباد المجتمعات وتخرب البلدان وتصبح أثر بعد عين فهل من مجيب يا ابن تيمية ويا مارقة هذا الزمان وكل زمان وإلى متى يبقى هذا الإرهاب